قبل إعلان نتائج تنويات العامة لهذا العامة لم يكن الطالب محسن الحرملي يتوقع أن يكون من ضمن المتفوقين وأوائل الجمهورية ناهي كاعد كونه الأول على مستوى محافظة مارب في القسم الأدبي في البداية بدأ أصحابي يتصلوا بي ناس من زملائي وناس من أقربائي يتصلوبية يقولوا الناس يطلبوا رقمك منهم قالوا يمكننا المحافظة أو مكتب التربية في المحافظة رسلوا لهم برقمي رسلوا لهم مكتب التربية وبعدها يتصلوا بي من مكتب التربية قالوا رقمك مطلوب من وزارة التربية في عدن فعلنا قلت من دريه واش يعني هذا قلت عسى يكون خير فبعد لحظات أتصل بي وزارة التربية والتعليم يبارك لي يقول لي ألف مبروك نحب أن نكون أول من يهنيك في مدرسة الدار الخيرية الأهلية بمديرية الوادي درس الطالب الحرملي حيث كان نموذجا للجد والاجتهاد والحرص على عدم الغياب عن المدرسة رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلات كما يقول معلمه الطالب محسن الحرملي كان من الطلاب المجتهدين وعرفناه حقيقة من الطلاب المثابرين لو سألت المدرسين كامل ستجد بأن الكلمة واحدة أن محسن كان هادئا في الفصل مغتنما لكل الوقت فيما فيه فائدة الطالب محسن كان طالبا مهذبا ومؤدبا ومنصطا في الفصل دائما كان شغوف للعلم دائما يركز على دروسه يهتم بالمواضيع دائما يحفظ يفكر يسأل يبحث يريد أن يتعلم يريد أن ينتج أشياء كثيرة جدا فلذلك وكان من الطلاب المجتهدين الذي كان له دور كبير في الحصول على العلم انتزاع الحرملي لهذا التفوق وإحرازه المركز العاشر على مستوى الجمهورية لم يكن مفروشا بالورود لطالب نزح مع أسرته من مديرية نهم الشرقي صنعاء إلى مخيم السويدة بمارب هنا في هذه الخيمة البسيطة يسكن الحرملي وهنا كان يقضي جل وقته في منطلعة دروسه وشق طريقه نحو البروز والتفوق في بيئة ناقاسية وصعبة بالنسبة للطالب محسن ناجي الحرملي يعني هو متميز بين زملاءه منذ صغره سواء في أخلاقه وفي دراسته وفي همته ورغبته إلى الدراسة إنجاز وتفوق الحرملي كما يقول ممتنا كان نتاج تشجيع وإسناد أسرته في مختلف الظروف إضافة إلى كونه ثمرة لتفاني معلمه وأخلاصهم في إداء رسالتهم التربوية رسالتي لزملائي الطلاب أن يجدوا ويجتهدوا بأن العلاء لا ينال بسهولة والدمم لا تنال إلا بالجد والتعب ومن طلب العلاء سهر الليالي فليجدوا وليجتهدوا وعن رسائله من وحي رحلة تفوقه وتميزه يؤكد الحرملي أن عدم الاستسلام للظروف يقود إلى المجد وتحقيق الطموحات والأحلام مهما بدأت عصية ومستحيلة رسالة شكر لأبي وأمي وأخواني وأسرتي وأقربائي وكل من كان له يد أو في دعمي أو مساندة أو تشجيعي نحو التعليم ونحو التقدم ولا أنسى أن أشكر معلمي الكرام الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل في تحقيق هذا النجاح إذن وعلى الرغم من بيئة الحرب والنزوح والصعوبات المماثلة إلا أن الحرملي أثبت بتفوقه أنه لا شيء مستحيل أمام ذوي الإرادة والتحدي في الوصول إلى أهدافهم ومبتغاهم المنشود لبرنامج أضوى سهيل هادي الحربي اشتركوا في القناة